السلام عليكم كديرين لبس عليكم كنتمنى من الله تكونوا كاملين بيخلوا على خير واموركم من زيانة اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معي اخوتي 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 سنتقسم معكم ها التحلية هذه اقتصادي وبسيطة ولكن كتجي راقية وكريمية وبنينة بزاف ضروري حصوم تجربوا المهم ما غديش نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة منتعة بسم الله على بركة الله عدنا هنا يا اه اه عندي تلاتة ديلكسان اه ديال الحليب اللي عبر بكل عند posts اه قدين ضيفليه اه جوجت المعالق الكبر ديال ناشط دوره وجوجت المعالق الكبر دير السكر ساني دا الي سورة نستطر هو ديال الحليب غدديرو تلاتة ديال ديال المعالق كبر ديال ناشط دوره وتلاتة المعالق ديال سكر ساني دا وبنسبةvoyه كانت restraوthe الضوغ. هنا كي ما كتشوفوا معيها غادي نضيف واحد نص دي الساشي دي السكر الفاني. غادي نضرب مكونات مع بعدياتهم. حتى نتأكد باللي انشاء ما بقاتش يعني اه دي لتك كاتولات. طفي وغادي نضير اه القاملة فوق البوطة. على نار تكون اه شوية هادئة. متكونش مجهدة. او كنستمر في التحريك باش اه ما تلصقش ليا نشاف في الجوانب. هكا مع التحريك مع التحريك حتى كيتقل عندنا الخالات. كما كتشوفو ضروري نبقاو احدى القاملة او احدى الكاسرول اللي كنخدمو فيه. طفي من اللي تقل عندي الخالط هنا يا غادي نضيف الجوج دي الفورماجات. بالنسبة لهذا الاضافة هادي را اختيارية مش دارورية. غير بالحليب راها كتجيز مينة. صفي وغادي نميكسي اه داك الفورماج بقى عندي شوية بقوا عندي حبيبات ما دابش كلو مية في المية. وطحنتوها كايا باش الكريمات تجيني يعني كلها ميجيوش فيها حبيبات. صفي دا بغادي نمشيو باش نديروه في الكقوس. لكن ما كتشوفوا معي عندي هاد الكقوس هادو كبار شوية. صفي خويت فيهم الخالات. ونخليوه منعمروه مش حتى الفم باش نخليوه فين نزيدوه الطبقة تانية كي ما كتشوفوا معي. صفي دا بغادي ندخلوه متلاجة حتى كي بردو تماما. هنا بالنسبة للطبقة التانية عندي ميسين جرام دي الفراولة اللي اضفت ليها جوج لمحنك كبار دي السكر سيني دا او خليتها حتى تلقيت ليها هاد السيرو هادا. انا درت هاد العملية دي درسها في الليل والغاد لي عاد باش خدمتها. صفي غادي نصفي هنا ايا الفراولة. غادي ناخد هذا السيرو ببحده ونخلي القطاع دي الفراولة على جنب. مش دروري تخليه الليلة كاملة. انا غير يعني قطعتوه وجدتو وخليتو في فتلاجة. ممكن تخليه غير واحد ساعة ولا هكرا كي يطلق الماء. هنا كما كتشوفوا معي اضفتو حد ملعقة صغيرة على السيرو دي الفراولة. غادي نخلط مزيان. ما غاديش ندير السكر لان السكر دي جراني ديراه. سفي و غادي نديرها فوق البوطة على نار ام متوسطة مع التحريك حتى كي يتقل عندي الخالات. يمشوا معي. مهم كما قلت لكم مش دروري انكم السكر مع الفراولة تديروه يعني ليلة كاملة. لا. انا غير في ساعة سوكي وجد. يعني قطعو شوية دي الفراولة و تديرو على شوية دي السكر صاندة. او خليوه على جنب. بكتوزو حد ساعة تقريبا. من كتلقوه و طلقات هذك المديالة. المهم اللي يتقل عندي الخالات كيمشو عاد باش دفت اه القطع دي الفراولة. هكا. باش ما اللي كنكونو ناكلو في ديك التحلية كي يجيو له هذ القطع عادو دي دي الفراولة كنحسو بيهم. سافيه من اللي درت اه غادي نخليه غير تغلى. طلع في غير غالية سافيه و غادي نطفي. و مباشرة غادي نمشي باش نضيفو الخالات كطبقة تانية على الطبقة اللولة. الطبقة اللولة رابردات تماما كم ما شفتو شدات فراسها. سافيه دبا غادي نضيف الطبقة تانية. ضروري طبقة اللولة خليوها خليوها تبرد مزيان. ضروري. حيث لما خليجوهاش بردات يلا يضيفو هاد الطبقة تانية وتهبط لكم التحت. يعني ضروري تخليو الطبقة اللولة تبرد مزيان. صافيو كنديرهم في الدلاجة حتى كي بردو يعني تماما عد باش كنخرجهم كما كتشوفو معايا كيجيو علاها تشكل هادا كيجيو خطيرين يعني روعة كيجيو كيستحقوا تجريبا وبمقادر ليه بسيطة جدا ممكن اي سيدات وجدها لوليداتها. كنتمنى اخوتي 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 هاد الفيديو دي اليوم اعجبكم واذا اعجبكم ان تسوش انا كنت بارتاجي وكان كلكم مع فيديو جديد بإذن الله مع السلامة. ترجمة نانسي قنقر